السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه رب دايما تكونوا بخير رمضان كريم وكل سنة وحضراتكم دايما بخير قبل ما نبدأ نصلي الاول على الرسول عليها افضل السلام والسلام كلنا اتفرجنا على اعلان بتاع شرهان شرهان اللي رجعت بعد غياب اكتر من عشرين سنة في كمية من الناس بتتنمر على شكلها كمية غير طبيعية لما تيجي تتفرجوا على الاعلان هو اعلان لاحدى شركات الاتصالات طبعا اختاروا لما جوم يعملوا الاعلان اختاروا اشهر نجمة فوزير جات ممكن نقول في العالم كله طبعا هي شرهان طبعا كان لها شروط قبل ما توافق على الاعلان ده ان هي تاخد اتنين مليون دولار وكمان ان هي اي استخدامات للشركة بعد كده لمدة عام كامل تستعملها مجانا دون اي تكلفة يعني ما تدفعش اي حاجة فيها وطبعا واقفوا على شروط شرهان هي واخدة اتنين مليون دولار وكمان اه المبلغ ان هو بتستعمل الشركة براحتها يعني من الاخر وانها تكون لوحدها في الاعلان وما يكونش اي حد معها وهي عندها حاليا ستة وخمسين سنة الاعلان بيحكي قصة مأساة لها يعني المفروض ناخد الاعلان من وجهة نظر تانية وجهة نظر تانية ممكن تحسوا بان الاعلان ممل وفيه ناس حابة الاعلان فيه تناقض كتير بس اكتر حاجة لفتت نظري هو التناقض يعني التنمر على شكل شرهان مش من عادتنا نتنمر مفروض ما نتنمرش على شكل حد الستة دي مرت بحاجات ومقاس كتير جدا ما تاخدوا الاعلان بصورة ايجابية ان هي رسالة امل لكل المحبطين يعني اخدوا رسالة ان هي في الفيديو ده طبعا شرهان حصل ليها ان هي ظهرها انكسر ووقعت قبل كده وحصل لها الكسر في العمود الفقري كل الاطباء اجمعوا انها مش هتقوم ولا تقف على رجليها مرة تانية ولازل كان حكمة ربنا كان قادر على كل شيء وفعلا تخطت الموضوع ده ووقفت على رجليها مرة تانية وبعدها في الكلام ده طبعا كان من 1989 في 2002 اتصابت باندر واصعب امراض السرطان وهو سرطان الغدد الوعبية ده من اشرص الامراض في السرطان ربنا يعافينا جميعا وبرضو الاطباء كانوا مصرين ان هي مش هتقدر تقوم تاني كان وزنها يا جماعة بينقص لحد 37 كيلو ويرجع يترفع يعادل 160 كيلو فطبعا ده كان بيكون ليه عامل ان هي بتغير في شكلها عملت عدة عمليات كتيرة جدا كلام ده فيه 2002 والحمد لله في الاخر تغلبت عليه الناس بقى بتتنمر وبتقول هي وايه الشكل اللي هي فيه ده ده مش قادرة تنتقل الكلام ولا قادرة تتحرك اللي انت بتعمليه في نفسك ده بصراحة انا مش فاهمة ليه الهجوم بالطريقة دي يعني ليه الهجوم؟ يعني هي اه عملت اعلان فيه سلبيات فيه ايجابيات فعلا في الاعلان بس برضو هي ان هي قدرت تقاوم ده كله دي حاجة ايجابية الناس طبعا جتير اوي شافت شريهان وقالت احنا استعدنا الزكريات بتاعدنا حتى عمر اديب قال الكلام اللي امام حضراتكم الوحيدة اللي نجحت نجحت انها تقومني من على الفطار سبت كل حاجة واقفته قدامي تلفزيون زي الاطفال شريهان وبس طبعا هو قال الكلام ده عمر اديب وكان مبسوط جدا بيرجوع شريهان وبعد كده نزل تاني وقال انتو ملكوش دعوة هجموها احنا فرحنا بوجود شريهان طبعا فيه ناس كتير مش حبة شريهان ولكن برضو فيه فئة يعني كانت مبسوطة انها ظهرت تاني بلاش نتنمر على كل حاجة وصدقوني هي لو ركسته في الاعلان بيحكي قصة مأساتها وقت ما وقعت ووقت ما ظهرها تكسر وبعد كده انها قدرت تقف على رجليها تاني وبعدها تاني موضوع السرطان كان المفروض بس الاعلان يكون اقوى من كده شريهان باللياقة اللي هي فيها مع السن ده مع الشكل ده ده كويس جدا يا جماعة دي واحدة عندها 56 سنة ومرت بكل التجارب دي كهو العمر بعد كده لما لقيت الهجوم ده زعلت جدا طبعا من كمية الهجوم الاعلان لسه من كام ساعة بس تم عرضه وكتبت هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وشهر لا اعيش بيكم ومنكم وليكم كتبت كده طبعا قالت كام دقيقة وثانية بالتفصيل يعني وشهر وسنة وقالت لا اعيش بيكم ومنكم ومعكم يعني بصراحة ربنا ادها ضربات كتير في حياتها وهي حاول تتخطى الموضوع ده وربنا كان دايما واقف معاها ناس هتقول لي كان مفروض تتجه بقى لربنا وما تطلعش على الشاشة تاني الله اعلم بينها وبين ربنا ايه ولكن حاودت شريهان ناس كتير بتحكي عنها حبيتها واصطل لكم الفكرة اللي الناس شافت بيها شريهان من ضمن تنمر على شكلها ان هي بقت زي الهيكل عظمي وشكلها بقى وحش وناس تانية قالت كفاية انها رجعت تاني على الشاشة واحنا مبسوطين بوجودها في كلا الحالات هنتظر رأي حضراتكم مع او ضد بس بلاش اي تنمر على اي حد كلنا معرضين لنفس اللي حصل لها سلام علي